يعني كتاب عضو مجلس النواب ترى مع احتراماتي يعني أنا من أقول الأمثال تضرب ولا تقاس ترى لا يحل ولا يربط من تروح الدزة تتحول إلى مخبر لا أنت شاهد لا أنت مشتكي لا أنت يدز عليك فلان يعني تصور في ديوم ليام أنا دزيت كتاب رسمي حتى يستقدموني أتوسل حتى يستقدموني حتى أنطي يعني إفادة جديدة أو أنطي معلومات جديدة أو أوضح بعض الأمور ما أحدز علي أنا ما ماكو يعني دور عضو مجلس النواب معطل دور عضو مجلس النواب مع امتلاك الحصانة مهمش صحيح أكو عمل أكو كذا فتحنا كثير من الملفات لكن أنت ما من حقك تروح تقولهم يا أبو هاي وين صارت يعني أوراق تحقيقية أنطوا بعد ما خلص من التحقيق لأن تدرب التحقيق ما يصير في طور التحقيق ما خلص من التحقيق يا أبو تزولنا بأن هاي الأوراق تم التحقيق وهاي التحقيقات حتى نطلع عليها ذلك يا أنا خلل إذا عدنا ورقة إذا عدنا معلومة إذا عدنا أمور حتى نزودهم بها ودعتك إنه بالمصيبة الأكبر من عدها هذه الأمور انقربت علينا بقضايا يعني جهنم انفتحت علينا وحياتك أنت جهنم ومن قبل من من قبل الفاسدين ومن يسندهم والجهات الحزبية اللي تابعين إلها محترامات للبعض يعني أنت اليوم أكو أحد الأشخاص من يريد يفتح ملف قبل لا يفتح الملف ما أكو يعني يراد يتحمل محن محن إلى درجة أن يتحول ويجيبون شهود ويشتكون عليه ويروح للتحقيق وينحى المحكمة ووي ووي على ما يطلع يعني أخلي نقول خلف الله على القضاء اللي يسعفك بهذا الموضوع ويطلعك لعدم كفاية الأدلة هنا المصيبة زين وانت عضو مجلس نواب تكتب لك كتاب تدري فيديوم أنا كتبت كتاب كتاب بناء على شكوة قدمت لهيئة النزاه قدمت لهيئة النزاه تدري هنا أنا أصبح خلص أنا أصبحت مخبر يعني خلص لا شيء أخذ إجرائه طبعا نتوسل بيابه يا أخوان إلى درجة جبناه من الكوت حاولنا البغداد من بغداد رجع للكوت بالأخير بهذا الكتاب يستخدم آلية للضغط على الين والشهود والقسم باليمين بأن كاظم الصيادة بتز زين إلى درجة بعض الأخوان اليوم بدأ يخاف يقدم كتاب خاف هذا يجيب لي يقول يا أبا هذا بتزني هذا زين ملفات الفساد اللي ظهرت على الآخر اللي قال بتز ما حد يجي نصفه يقول يا أبا ترى هذا طلع قفاص طلع ستة وخمسين طلع حرامي طلع طلع متشذب تدري أحدهم أحدهم يعني قفاص فاست ما أريد أقول قفاص أريد أقول يا أبا ضحك تشذب أدعى شو تريد تحط لها جملة على أحد أعضاء مجلس النواب على ابنه أو كذا بمئتين ألف دولار زين وهذا الشخص لا زال لحد هاي اللحظة الآن وياك قاعدين بيها لا زالت الدولة تنصفه خلاف القانون بعض الجهات تنصفه خلاف القانون والمصيبة موجهة وحدة ثنين ثلاثة وموظفين موجودين تابعين بعضهم يكتب يعني أكو شغلات يعني ذاك اليوم تصور تصور المتعاون وياهم مع المعلومة اللي عدي ما متأكد منها تمنى من أنها زاهد دزع المدير كون على معلومة تدزع المدير هذا يعني المدير موجود وهو يكمل كتاب ضدنا ضدنا حتى يكمل زين تروح للقضاء تقول آبا يا قضاء هاي الفترة المحصورة بها كذا وكذا 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 والقضاء ينصفه كونه بيرجع مرة الثانية نتيجة لأدلة محرفة نتيجة لإنسان سبق وانطلب خمسة مليون رغم هذا الذي أنت تقول به من ادعاة البعض عليكم القضاء حفظكم والقضاء لم يتجاوز عليكم لا 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 والقضاء أخذ لكم حقوقكم من هؤلاء اللي اسمهم قباصة ودعتك أنت ستاد نجم لو لا القضاء لسبعين بالمئة من الناس اللي تابعون ويراقبون ملفات الفساد الآن هم بالسجون والله أتفقوا ياك بالسجون أتفق معك